فشلت حملة عسكرية سيرها محافظ شبوى محمد بن عيدو من دخول مديرية عسيلان للاستيلاء على عتاد عسكري وطرد كثيبة ترابط في مناطق نفطية في المديرية وقال مصدر قبلي أن ما يتم إشاعاته من قبل إعلام حزب الإصلاح بأن الحملة التي أرسلها محافظ شبوى تمكنت من دخول وادي بالحارث بمديرية عسيلان والسيطرة على أسلحة ومعدة كثيبة ناصر الهندوس المكلف من قبل اللواء صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة هي أخبار لا أساس لها من الصحة وضاف أن الوساطة القبلية التي تدخلت نجحت في نزع فتيل الأزمة وتمكنت من إقناع ناصر الهندوس ومن معه بالانسحاب من مواقعهم بجانب حقول النفط متحفظين بكل عتادهم من سلاح وآليات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر